يبدو كأنه قدر على البقاعيين دفع الفاتورة الأكبر للوجود السوري غير المنظم الذي يشتاح لبنان ما يحدث في البقاع الغربي تحديدا ليس بجديدا لبل كان سباتشات قد أضاء على هذا الملف في عدة تقارير سابقة إلا أن الإهمال مستمر والخطر لا يزال قائما يلي عم بيصير من منطقة البقاع الغربي والكرة المحيطة ببحارة الليطانة شغلة صلنا عم انتباعها تقريبا من حزيران الماضي تقريبا تموز تبعنا كل شيء شو عم بيصير من تلوث بيئة على محيط البحيرة لقاينا أنه فيه كميات كتير كبيرة من الصرف الصحي عم تنرمى عشوائيا من المخيمات العشوائية بالبحيرة تبعنا هذا الموضوع أكتر وأكتر مع وزارة الطاقة مع محافظة البقاع مع الجهات الأمنية والأجهزة لقاينا أنه لازم يتوقف الكب بالريقارات يلي موجودة حول منطقة جبجانين وغزة وكل هالمناطق وتصير تنكب هايدي الكميات من الصرف الصحي بمحطة عيتانيت ومحطة زحلة طلع وزير الطاقة ومضى قرار كتير مهم لتوقيف هايدي الكب العشوائي وتنظيم وضع التلوث البيئي سباتشات حصل على مقاطع فيديو توثق مخالفة القانون الموقع من وزير الطاقة وليد فياض ليدور هذا الملف في حلقة مفرغة من جديد نتفاجأ أنه الكاميونات بعدها عم تروح وتجي رجارات مفتوحة على الطريق العام بطريقة غير قانونية الكاميونات عم بتكب عشوائيا بمطاريح ما لازم تكب فيها ما عم بتروح هايدي الكميات على محطات الصرف الصحي متل ما هني عم بيكذبوا عم بتروح ديراكت على البحيرة وترقد بالبحيرة بتجي موسم الشتي ما بتبين هاي الأمور من ابتداء من الربيع وطلوع بيصير فيه روايح كريهة ما عهدناها قبل النزوح يعني قبل النزوح ما كان عندنا هاي الرواية وبتتفاقم هاي المشكلة يوم بعد يوم المنظمات الأممية متورطة بما يعاني منه اللبناني اليوم بالتواطئ مع الدولة اللبنانية ومن له القرار فيها بعدم السعي لإعادة النازحين إلى بلادهم نحن اليوم موضوعنا من الـ UNHCR من كل هالجمعيات الحاضنة للنزوح والإنسانية وإلى آخره بيئتنا اتدمرت مجتمعنا اتدمر بالإضافة ما بدا نحكي عن سوق العمل ونحكي عن كل المصيب اللي نحلى فيها ونحكي عن عدم التعاطي إنساني اتجاه الشعب اللبناني وسياته وعن رئيس حكومة عيش بلالا لاند منه متعاطي بالنزوح ولا مقرب عن نزوح حماية لسرواته بالخارج والداخل هيدا الجشع المالي والطمع المالي يلي نحن ما عم نكون مؤتمانين ع بيئتنا نحن ما عم نكون مؤتمانين ع صحة أولادنا وصحتنا هاي الروايح الكريهة هاي أمراض هيدا أمراض ونحن شفنا هاي السنة بالصاف تفاقم الأمراض عندنا بالبقاء الغربي بسبب زيادة عدد النزوح احتضانهم مهم هن يظلوا موجودين وما فرقيني معهم الجمعيات إنه اللبناني بيعيش بتتلوس بيئته بتتدمر أرضه بيقف قطاع العمل عنده بيقف كل شيء أكثر من مليوني نازح سوري ينتشرون في لبنان وبأرقام مرعبة في البقاع تحديدا وعين الدولة غافلة عما يفعلوه بدعم من المنظمات الدولية فإلى متى سيبقى اللبناني وحده من يدفع الثمن في وطنه لننتظر ونرى ترجمة نانسي قنقر